أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة عن سيمي فاينال تشامبينز ليج الأفريقي الزمالك بيفوز في لقاء العودة فوز كبير وجميل بأداء رائع في 35 دقيقة بس على بطل المغرب نادي الرجاء المغربي 3-1 عشان يبقى أخذ الرجاء ذهاب وعودة بعكس كل التوقعات والزمالك في 2020 هو الفريق الوحيد اللي بيخالف التوقعات بدأها بالسوبر الأفريقي ونهاها بإقصاء الترجي من البطولة الأفريقية وأخيرا بإقصاء الرجاء من سيمي فاينال البطولة والرجاء من أقوى الفرق في المربع الزهب السنة دي وكان مرشح للوصول للنهاية فمبروك لكل أصحاب الزمالكوية وكل الزمالكوية اللي بتفرجوا علينا وهارد لك لكل عشاء الرجاء المغربي وقبل ما نبدأ في تفاصيل الحلقة النهاردة ياريد تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة دعموكم بلايك بيفرق كتير جدا في نشر المحتوى فما تبخلوش علينا بمناسبة الفوز الكبير دو الحقيقة إن الزمالك ظهر بدنيا النهاردة في أول 45 دقيقة زي كأنه وحش عجوز والوحش العجوز دو ما حرجهوش غير هدف الرجاء في الشوت التاني لكن فيه صغارات كتيرة ظهرت في نادي الزمالك وصغارات كتيرة ظهرت في نادي الزمالك النهاردة وظهرت من مطش الزهاب هناك في المغرب وهي المساحات ما بين الوينش وعبدالله جمعة المساحات ما بين أحمد عيد ومحمود علاء والمساحات ما بين قلوب الدفاع لكن المساحات ديت كانت بتختفي بسبب حاجتين أولاً للقضاد السريع والشرس من مدافعي وقلوب دفاع الزمالك محمود علاء أو الوينش للتغطية على البكات أو حتى للارتداد السريع جداً من الوحش كلب في نص الملعب وكلب هنا مجازاً حاجة كويسة الراجل بيجري وبيفرق في أرض الملعب زكي جداً بيدخل بشراسة جداً عشان يقتنس الكورة وهو طريق حامل بيرتد ارتداد دفاعي سريع جداً عشان يقتنس الكورة ويغطي على الأخطاء اللي بيعملها نص ملعب نال الزمالك وحتى إسلام جابر اللي عمل دقاء جيد جداً فبالتالي الزمالك كمجمل كمنظومة متكاملة آه منظومة جيدة جداً لكن في أخطاء فردية بيغطيها جمال المنظومة وروح المنظومة أبو جابر في الشوت الأول مبارح أنقذ كورة صعبة جداً عن طريق حفوة ما بين عبدالله جمعة ومحمود الوينش الكورة بتوصل لسوفيان الرحيمي بشوتها بتخبط في الوينش وبتغير انتجاهها لكن أبو جابر بيتصدرها الحقيقة أن الزمالك في الشوت الأول ظهر متراجع جداً ظهرت مساحات كبيرة ما بين خط الدفاع وخط النص بسبب الطريقة اللي اعتمادها بتشيكو وهي 4-3-3 اللي كانت بتتحول في أوقات كتيرة لـ 4-1-4-1 لكن الواحد في نص المنعب هنا وهو طارق واحد من كتر الوركريت العالي بتاعه ومن كتر الجرينتا اللي عنده وأنه هو عاز ياخد الكورة بسرعة كان فيه تمركزات غلط كتير بيعملها لكن بيصححها بتراجعه وارتداده السريع دفعياً عشان يطنس الكورة عن ناحية التانية نادي الرجاء دخل بطريقة بكل أسلحته محسن متولي سوفيان رحيم عبد الحفيز إله مالانجو عشان يحرز الهدف الأول مجموعة فرص وتيحت لمهاجمي نادي الرجاء لكن تكملة لسيناريو لقاء الزهاب كور السهلة بتضيع يأما بتعامل ودافع نادي الزمالك الجيد معها يأما بسبب سوء اللمسة الأخيرة من مهاجمي نادي الرجاء 45 ديار أولى لنادي الرجاء ودوت كان متوقع ناس كتير كانت بتتكلم وبتقول إزاي بتشيكوا عنده القوة الهجومية ديت المتمثلة بقى في سلاسي أو رباعي هجومي شرس جدا سياسي اللي كان بيقوم بأدوار صانع اللعب أو رقم 8 إمبارح وعلى يمينه كان أحمد سيد زيزو على الشمال أشرف بن شرقي أو الأناكوندا مصطفى محمد واحد من أفضل المهاجمين اللي في مصر حاليا اللي مصر ما جابتش مهاجمين من 10 سنين اللي أناكوندا هو مهاجم مصر الأول بدون منازع فالناس كانت بتلوموا على باتشيكو إزاي أنت بتلعب مدافع وعندك القوة الهجومية ديت اللي تقدر تسجل أهداف الحقيقة إن أنا ضد الناس ديت وشايف إن العمله باتشيكو في الشوت الأول واستنزاف طاقة الرجاء اللي أغلب لعبته لسه جايين من التعافي من ويروس كرونا فلعب على النقطة ديت لعب إن هو يستنزف طاقة الرجاء بأكبر قدر ممكن في أول 45 ديئة وفي الشوت الثاني يعمل نفس الوضع ويبقى هو رد فعلي من خلال الهجمات المرتدة اللي ما كانتش بتتنفس بطريقة سليمة بسبب تراجع لعيب الزمالك أو حتى بسبب فوآل مدافعي نادي الرجاء المتمثل في الورفالي وبدر بنون واحد كده مدافع تقيل مدافع من خامة عماد النحاس اللي بيبدأ هجمة وبيزيد وبيباصي بكورة جميلة جدا لكن الزمالك قرر إن هو يثبت في خطوطه الدفاعية في الشوت الثاني ويستقبل الكورات وبالفعل المساحات اللي ظهرت في الشوت الأول قدر نادي الرجاء يستغلها من اللعبة السلاسية ما بين مالانجو وعبدالله حفيزي محسن متولي بتوصل لمالانجو والسوق حظ مدافعي نادي الزمالك الكورة بتتشاط بتغبط في عبدالله جمعة بتغير اتجاهها عشان تخادع عبو جبل ويدخل الجون الأول وغالبا كل الزمالكوية مسكوا قلوبهم لكن بعدها تقريبا بعشر دقايق مفيش خمس دقايق تقريبا كل جماهير نادي الزمالك كانت بتقول يا ريت الجون دوت كان دخل من بدري عشان نشوفه الشراسة الهجمية دي تحول الزمالك من فعل لرد فعل تحول الرجاء المغربي للمناطق الدفاعية واعرف كده طالما الرجاء رجع للمناطق الدفاعية فحتنكشف الصغرات اللي تكلمنا عليها هنا في حلقة منفصلة في لقاء قبل مطش الزمالك والرجاء انه عنده مشاكل كتير في خط الدفاعية اولا المساحات اللي موجودة ما بين الورفالي وباترسينجا في الناحية الشمال الناحية اليمين بتاعت الرجاء المتواجد فيها عبدالاله الراجل اللي لعب عليه عبدالله جمعة مطش دفاعي ممتاز جدا لدرجة ان جمالي السلامي اتخنق في الديئة سبعين بمعنى الكورة وقرر انه هو يسحب العبدالاله وينزل مكان منه الراجل اللي اسمه شاكير الراجل اللي عنده 33 سنة خبرة لكن ما قدرش يصد مع عبدالله جمعة في الشوت التاني المهم ان الزمالك تحول هجوميا ومن الناحية اللي مين الناحية اللي كل خطورة الزمالك جات منها في لقاء الزهاب الناحية اللي جاء منها الهدف من خلال احمد سيد زيزو عرضية بيرتقي اشرف بن شرقي وبيحطها رقصية جميلة جدا الهدف الاول والوحيد للزمالك في الزهاب الكورة دي بتتكرر في كورة الهدف التاني لكن قبل ما نيجي للهدف التاني الهدف الاول للزمالك الزمالك بعد ما بدأ يبقى رد فعل تحول ساسي انه هو يبقى صنع اللعب الراجل المتمركز على حدود منطقة الجزاء عشان يستغل الكورة التانية اللي نادي الرجاء سيء فيها جدا في النواحة الدفاعية في النواحة الهجمية حنلاق الرجاء ممتاز جدا في الكورة التانية لكن في النواحة الدفاعية عرضياته بيقدروا يتعاملوا معها بشكل متوسط لحد الماء لكن على حدود منطقة الجزاء بيعانوا جدا في الكورة التانية وهنا باتشيكو ودبان خطورة باتشيكو فحنلاقوا اسلام جابر كان زيد حنلاقوا لما الكورة بتترفع من ناحية الشمال احمد سيد زيزو هو اللي داخل للعم والعكس صحيح لما احمد سيد زيزو بيرفع الكورة هتلاقي اسلام جابر او هتلاقي اي ما اشرف بن شرقي هو اللي زيد داخل منطقة الجزاء هدف الاول للزمال الكورة مرتدة بتتلعب لفرجاني ساسي بوش رجلو الخارجي مزيكة اهداف ماركة نقاشين ونقاشين هنا حاجة جميلة الرجل النقاش بيخبط السكينة في البيض ويحط بيلون رسامة جدعان الرجل حاجة فكرني بجون رونالدينيو في تشيلسي الجون اللي قاعد يرقص فيه وحطها بس الفرق النساسي حطها من مرة واحدة بلمسة وتحس ان هو ركنها بايده زي لعيبة الهندبول عشان يتعادل الزمالك الزمالك الحاجة الكويسة واللي فاجأتني ان الزمالك استمر يبقى رضي فعل مراجعش لخطوطه الدفاعية وهنا النقطة اللي ساعدت الزمالك على الاستمرار وهي تغييرات جمال السلامي جمال السلامي عمل تغييرتين غرب جدا خرج محسن متولي ونزل بن حليب واحد من افضل اللعيبة لكن الراجل لسه راجع من اصابة بن حليب ونزل الراجل رقم 6 في نص الملعب الراجل اللي ما بدأش بيه علامة استفهام كبيرة انت ليه ما بدأتش باللعب رقم 6 في نص الملعب لكن النقطة السلبية التانية هي انه نزله على حساب العرجون اذا كان محسن متولي هو المسؤول عن العمليات في التلت الهجومي لنادي الرجاع فالعرجون هو المسؤول عن تصدير الكراط دية وبناء اللعب من الخلف للامام وربط القطوط وبالتالي يسلم المباراة لنادي الزمالك وطبعا الزمالك لما بيستلم حد وحش الزمالك متوحش الزمالك مع باتشيكو مع كالترون غير الزمالك مع باتشيكو الزمالك مع جروس وكالترون كان دفاعيا جيد لكن مع باتشيكو في التحولات خطير جدا جيد جدا تحولات هجومية النهاردة احمد عيد عن ناحية اللي مين نفس كرة الهدف الاول في الرغاء في المغرب بيبصيها لأحمد سيد زيزو زيزو فنت بيعدي مهاري شغال لاقة شغال عرضية من الحرقة عشان يقض عليها ارتقاء عالي جدا وتوجيه في نفس جهة اللي جاية منه الكرة مصطفى محمد عشان يحرز الهدف التاني عشان الزمالك يريح كل حاجة ويتقدم اتنين واحد قلت ان الزمالك هيبدأ بقى يتراجع اللي أخا البدنية قالت لكن العكس صحيح اللي أخا البدنية اللي لعب عليها باتشيكو قلت عند لعب الرغاء والزمالك تستغل النقطة دية واحرز الهدف التالت عالطريق مصطفى محمد عالطريق كرة طولية في خط ضهر في دفاعات نادي الرجاء بيستلمها على سدره بيريح يبوس عجون بيحطها على شمال حارس مرمى الرجاء عشان يحرز الهدف التالت بطريقة جميلة الهدف الرابع الحقيقة تلغى بس كان هدف جميل وهنا بيوضح لك قد ايه الزمالك عنده واحد معلم في نص الملعب وهو فرجاني ساسي فرجاني ساسي خلال اللقاء مبارح ما عملش حاجة خطيرة غير كرة الهدف والأسست بتاع مصطفى محمد وكان مالي مركزه في مركز عشرة او مركز ثمانية اللي كان بيلعبه تعويضا لأوباما والحقيقة ان انا شايف ان فرجاني ساسي هو انسب واحد يقوم بالعملية دية في حالة عدم اللعبة بشكبالة لان انا شايف في الفترة الاخيرة تراجع كبير في مستوى يوسف اوباما الزمالك بيقتنس الفوز عشان يصعد لمواجهة الاهلي والحقيقة ان انا اهلاوي فدربي افريقي يعني اصعب حاجة على اي مشجع كرة هو ان يكون النهاء القاري ما بين فرقتك وعدوك اللدود اه يعني هي تسعين ديئة وحتنتهي وحنقوله مبروك للكسبان لكن تسعين ديئة صعبة جدا تسعين ديئة اللي حيفوز يعتبر هو ملك ومسيطر على افريقيا لفترة ما من الزمن لان النهائي دوت ما بتكررش اول مرة في تاريخ البطولة الافريقية فريقين من نفس المدينة من نفس الدولة ديربي يبقى موجود في نهاء البطولة الافريقية اهلي وزمالك انا كنت افضل اني اعابل الرجاء لكن مدام الزمالك وصل مبروك للفرقتين اتمنى الماتش يخرج بشكل رائع من الفرقتين واتمنى في النهاية فوز الاهلي لو عجبتكم الحلقة لا تنسوش تعملونا لايك وشيرو وسبسكرايب للقناة السلام